موسيقى تحية طيبة سادتي على كرم أينما كنتم مشاهدي ومتابعي برنامج بانوراما سادتي على كرم المشهد السياسي العراقي في بانوراما هذا الأسبوع ومع ضيفي الدكتور مراد شاكر خرشيد شناو عضو المكتب التنفيذي لتيارة الحكمة حياكم الله وبيعكم دكتور الله يبارك بك ربي سلمكم إن شاء الله حياك الله دكتور قبل أن نبدأ الحوار معكم لنتابع هذا التقرير عن مبادرة قوى الدولة ونعود سادتي على كرم نتابع التقرير ونواصل اعتبار المرحلة المقبلة انتقالية تنتهي بانتخابات جديدة يتفق على مدتها بعد تشكيل حكومة تحظى بمقبولية محلية ودولية وأقليمية أبرز ما تضمنته مبادرة تحالف قوى الدولة لمرحلة ما بعد انسحاب التيار الصدري الذي يؤكد أعضاء في تيار الحكمة نيتهم عرض المبادرة عليه وقوى الإطار التنسيقي قبل التوجه إلى باقي الشركاء في العملية السياسية بما تم تلك قوى الدولة والحكمة من مرونة كونها لا تشارك بالحكومة الحالية فلديها مرونة ولديها علاقة كاملة مع جميع الفرقاء السياسية مع الإطار أخوتنا ومع الأخوة في التيار الصدري ونحن رؤيتنا لا يستبعد أي طرف من التشكيل الحكومي ويأخذ استحقاقه وتضمنت المبادرة سبعة تحذيرات وست ركائز لمعادلة الحكم منها التأكيد على عدم انتهاء الأزمة والعمل بعقلية الغلبة خطأ فادح فقرات يرى مراقبون فيها الحل الأمثل إذا لم تتوصل الأطراف السياسية إلى توافقات لتمرير باقي الاستحقاقات الدستورية إذا حصل تعقيد في المشهد لا أعتقد أن هذه المبادرة ممكن أن تكون هي البديل إذا ما حصل الباكات ممكن أن تؤخر من عملية تشكيل الحكومي ولا سيما أننا تجاوزنا كل المدد الدستورية ثالث مبادرة يطرحها السيد عمار الحكيم منذ إعلان نتائج الانتخابات في الشهر العاشر من العام الماضي اختيار مشاركة تحالف قوى الدولة بهذه المبادرة والتزامه بعدم الدخول في الحكومة المقبلة قد يعطي لمبادرتهم مقبولية لدى العديد من الأطراف السياسية وفق مراقبين حياكم الله مجددا وأهلا وسهلا بكم دكتور مراد دكتور مراد مثل ما شاهدنا في التقرير وتابعنا في التقرير اعتبار المدة الانتقالية بعد مضي 8 أشهر على إجراء الانتخابات في منتصف تشرين الأول من العام الماضي جرت الانتخابات على أساس مبكرة على أساس اختيار نواب الشعب واختيار حكومة جديدة أين هذه الانتخابات نتائجها وأين الحكومة جديدة وأين هذه المبادرات مبادرة أخيرة لربما هذه من تلاف قوى الدولة نعم تحالف قوى الدولة يعني مضمون هذه المبادرة اعتبار المدة الانتقالية ماذا تعني اعتبار المدة الانتقالية وماذا تعني سبعة تحذيرات وسبعة ركائز لمعادلة الحكم بسم الله الرحمن الرحيم بداية شكرا لجنابكم الكريم ولكادركم الأزيز شكرا لحضرك ولأساد المشاهدين الكرام يعني بعد الانتخابات التي حدث قبل 8 أشهر وما أفرزته هذه الانتخابات من وقاع نحن نراها في تقريرنا غير صحيحة وغير سليمة رغم أننا أخرين مع القضاء بهذه المعادلة الانتخابية التي أفرزت حقيقة حالة من عدم التوازن وحالة من عدم الاستقرار وقلناها سابقا أن نتائج هذه الانتخابات ستولد مشاكل عميقة وفجوة كبيرة بين القوى السياسية كان لدينا رؤية استشرافية في هذه القضية وهو حقيقة تحقق وكنا لا نتمنى تحققها بعد مرور 8 أشهر من أن الشعب العراقي راح حول الانتخابات وصوتوا في هذه الانتخابات لا زالت عملية تشكيل الحكومة حقيقة تمر بمخاض كبير وتمر بمشكلة معقدة ومشكلة خطيرة المبادرة التي أطلقناها كانت تتضمن تحذيرات كثيرة بأن الأزمة لم تنتهي حقيقة باستقالة الأخوة في التيار الصدري نعم كنا نتمنى أنه لا يسعو في هذه الأمر أو يجروا في قضية الاستقالة كون نحن شركاء حقيقيين في بناء المعادلة الحكومية لكن نحترم قراراتهم ونحترم توجهاتهم لذلك لا يظن أحد أن الأزمة انتهت باستقالة الأخوة في تيار الصدري لا أبدا أنه الأزمة قائمة والأزمة موجودة أزمة تشكيل الحكومة العراقية لذلك لا بد أن نفكر بشكل جيد بشكل دقيق بشكل سليم وأن نبتعد عن المراهنة على الحالة الدولية وأن نبتعد عن المراهنة على الفئوية الضيقة الحزبية أو المصالحية بل أن نعتمد على فضاءات واسعة من التفكير الجيد والتفكير السليم بأن نختار شخصيات حقيقية لإدارة الحكوم أعتقد لدينا الفرصة في تشكيل حكومة حقيقية قادرة على أن تعبر عن تطلعات وآراء الشعب العراقي أقولها وبكل صراحة هذه هي الفرصة الأخيرة لتشكيل حكومة يطمئن لها الشعب العراقي وإلا فإنه بتصريح وبكلام شخصي إنه لن تكون هناك عملية ديمقراطية أخرى في العراق لم تنجح هذه الحكومة في العبور بالعراقين لا بر الأمان عملية النجاح أكدنا فيها أكدنا في مبادرتنا بمعادلة الحكوم إنه لا غالب ولا مغلوب الإبتعاد عن المصلحة الحزبية الضيقة والنظر إلى جميع العراقين بتيارات بانتماءاتهم بمعتقداتهم بأفكارهم بنظرة شمولية واحدة وليس بنظرة ضيقة والتعامل على أساس الحزبية أو التيارية وكذلك أن تكون هناك كفاءة في الاختيار وكذلك أن تكون هناك مقبولية دولية لدى الشخص المختار من قبل جميع الأطراف هذه المرحلة يجب أن تكون مرحلة متوازنة أن نلعفها بشكل صامد بشكل حقيقي بشكل متوازن بشكل احتوائي أن لا تكون هناك كسر للإرادات وأن تكون هناك جدية حقيقية في التعامل بهذا الملف ملف تشكيل الحكومة لا سيما أن هناك لا زالت الاتفاقات والاجتماعات لم تطرح أي مرشحين فيما يتعلق برئاسة الوزراء وحتى فيما يتعلق بالنسبة للحزبين الكرديين فيما يتعلق برئاسة الجمهورية المشاكل حقيقة بدأت تتعقد هنا وهناك بين جميع الأحزاب السياسي وبين جميع الأطراف السياسية نتمنى أن نعبر هذه حالة الانسداد السياسي وحالة الأزمة السياسية لكون الشعب العراقي بحاجة ينظر إلى السياسيين ينظر إلى الأحزاب وينتظر الخدمة وينتظر الإعمار وينتظر الشباب منهم التعينات والحياة المستقرة الحياة الآمنة دكتور لا ترى أنه أول مرة يحدث في العراق كتلة كبيرة فائزة تستقيل من المجلس النيابي لربما في غير دول البرلمان يحل نفسها يعني يعني هذه الموضوع تعتمد على الحالة الدستورية لم تحصل حسب توقعي في أي من البرلمانات إنه كتلة فائزة إنه تستقيل وتبتعد عن المشهد السياسي ولا أريد أن أدخل في تفاصيل عميقة لهذه الاستقالة بمعطياتها بتفاصيلها بما تضمنه أنهم كانوا يريدون تشكيل حكومة أغلبية وطنية لكن عدم القدرة على تشكيل هذه الحكومة أغلبية وطنية أعتقد أوصل الأمر إلى حالة من الإحباط إلى حالة من الشعور بأنه غير قادر على تشكيل أغلبية وطنية والتي كانت ضمن توجهات الإطار التنسيقية ليست بأغلبية وطنية لماذا لم يتناغم الإطار التنسيقي مع مبادرات تيار الصدري مع مبادرات سمحت السيد مقتد الصدر مبادرات كثيرة طرحها كل طرف كان إلى وجهة نظر فيما يتعلق بقضية المبادرة لست متحدثا باسم الإطار التنسيقي لكن على حد علمي الإطار التنسيقي لديه برنامج أيضا لديه حالة من السياسية ومؤشرات سياسية في توقعات في بداية الأمر الإطار التنسيقي كان مستعد أنه يذهب إلى المعارضة لكن توزيع الأدوار عندما المعارضة تشكل من برلمان ورؤساء اللجان البرلمانية عندما أدرك الإطار التنسيقي بأنه رئاسة الجمهورية سيذهب إلى جانب الكردي ورئاسة البرلمان سيذهب إلى الأخوة تقصد إلى جانب البارتي البارتي أو اليكتي الأخوة الكرد كانوا متفقين هم كانوا يكتي العرف الحزب الوطن الكردستاني أنه يكون من عدوم وعندما رأوا أنه الأخوة السنة سيحصلون على الحالة البرلمان رئيس السلطة التشريعية تشتغلونها للسيد الحلبوس الحلبوسي رئيس سلطة التشريعية فإذن نحن أيضا سرنا بمجال التوافقية لم يفرق الأمر سوى عدم موجود طرف من الشيعة كان هو هنا الاعتراض وقيل أنه هم مستعدين للذهاب بشرط أن يكون رئاسة البرلمان من حصة من يذهب إلى المعارضة لكي يعارض بشكله السليم وبشكل صحيح ثم نزلت الخيارات إلى أن يكون رؤساء اللجان البرلمانية من قبل الإطار التنسيقي لكن كان هناك حقيقة نوع من عملية الرفض فهذا أدى إلى وجود تشنجات إلى وجود مناكفات وإلى حقيقة تغيير في مفهوم الأغلبية الوطنية الأغلبية الوطنية في كل دول الأحلام جهة فائزة من كل الأحزاب يشكلون الحكومة وجهات الخاسرة من كل الأحزاب يقومون بالذهب إلى المعارضة اهتلاف حكومة وإهتلاف المعارضة اهتلاف حكومة وإهتلاف معارضة الذي حدث أنه طرف واحد فقط أصبح في زاوية ضيقة هذا الطرف حتى عملية لست مدافع عن أي أحد لكن حتى عملية أنه ذهاب إلى المعارضة أصبحت بدون جدوى كونه لا يملك أي شيء من رؤساء اللجان البرلمانية من رئاسة البرلمان فكان هذا القرار أنهم مرافضين واتبعوا السياقات القانونية في عملية عدم تحقيق النصاب بالثلثين لتشكيل الحكومة وكان أحد أسبابها هي انسحاب التيار الصدري الذي أعلنها وبشكل صريع أنه غير قادر على تشكيل حكومة أغلبية وطنية والتي في توقع الشخصي لم أراها حكومة أغلبية وطنية بل رأيتها حكومة إقصاء فقط لطرف الشعب ولكنكم كنتم أسوس المعطل يعني عطلتم منتخاذ رئيس الجمهورية هي اتباع للسياقات الدستورية الدستور كفل لنا والقوانين كفلت لنا إنه في حالة عدم رغبة طرف في المشاركة أو التصويت من حقه عدم التصويت فنحن اتخذنا الخيار الدستوري والخيار القانوني كان يجدر بالطرف الآخر أن يتخذ من الخيارات لجر هذا الطرف أن يوافق وأن يصوت وفق توازنات ووفق علاقات ووفق سياسات معينة ووفق برامج وأهداف ومصالح معينة لأجر جر هذا الطرف وعطائه الوعود وعطائه التطمينات الكافية لجره إلى التصويت فالطرف الأول كان غير قادر على سحب الطرف التنسيقي أو الإطار التنسيقي لهذه المساحات وبالتالي أدى إلى هذا التشنج وإلى هذا الانسداد السياسي في تشكيل الحكومة نعم ضمن المبادرة سبع التحذيرات وسبع تركاز يعني التحذيرات ماذا تأني بتحذيرات يعني التحذيرات حقيقة كان إنه عدم التعويل على الجانب الدولي في قضية كثيرا في قضية تشكيلة الحكومة كذلك عدم البوح أو الإفصاح بأنه الأزمة قد انتهت الأزمة لا زالت قائمة الإبتعاد عن حالة الفئوية الضيقة أو المصلحية الضيقة وإعطاء تطمينات للشارع العراقي عدم اختيار شخصيات صلبة لا تكون لينا صلبة أو جدلية مثلا صلبة أو جدلية مثلا صلبة أو جدلية المام علي عليه السلام يقول لا تكون صلبة فتكسر ولا تكون لينا فتعصر يعني أن نختار شخص يتقبله الجميع حتى التيار صدري وأن يتقبله الإطار التنسيقي وأن يتقبله الأخوة الكرت شخص متوازن في علاقاته شخص متوازن في علاقاته الدولية يكونون له الاحترام والتقدير لأجل أن نخرج من بودقة هذا الانسداد السياسي إلى بر الأمان وأيضا ذكرتم بإجراء انتخابات مبكرة نيابية يعني أنتم تعلمتم عن انتخابات مبكرة يعني حقيقة أخذتوا عرف يعني؟ يعني نحن لا نحبث فكرة الإجراءات الانتخابات المبكرة أخذتوها عرف؟ لا أبدا نحن موية فكرة الانتخابات المبكرة يعني من ضمن المبادرة هذه يعني ما ذكرت مرحلة انتقالية ما ذكرت بهذه الانتخابات المبكرة يعني المرحلة الانتقالية نقصد بها أن هذه المرحلة الآن الموجودة هي مرحلة حقيقة يعني تستمر المدة الدستورية أربع سنوات؟ يعني نتمنى حقيقة نتمنى نحن نتمنى شيء ونرى ونقرأ الواقع شيء آخر نتمنى أنه أي حكومة تنتخب تستمر أربع سنوات السبب لأنه الحكومة أربع سنوات لديها برنامج حكومي قادر على أن نهوض بالبلد في أربع سنوات حكومة خدمية حكومة خدمية حكومة خدمية الوقت موهبة الدحت الوقت الدول تحتاج هذه الأوقات لكي خاصة دولة مثل العراق لكي تنهض بالخدمات لكي تنهض بعملية الإعمار لكي تنهض بعملية تقديم الخدمات الجيدة الحسنة للشعب العراقي لكن عملية إجراء انتخابات مبكرة بين حين وآخر أعتقد هي مضيعة للوقت مضيعة لجهود الشعب العراقي مضيعة لأموال الشعب العراقي مضيعة لتطلعات المستقبل العراقي نتمنى أن تستمر هذه الحكومة أربع سنوات لكن في واقع قراءتنا نعتقد أنه سيناريو 2018 سيعاد يعني دكتور مراد فكرت مضيعة مضيعة 20 سنة 19 سنة يعني من مجلس الأعلى وتيارة الحكمة يعني كنتم في الحكم المجلس الأعلى لم تكن في الحكم كان جزء كان لديكم وزارة 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 المالية وزارة كلها وزارة خدمية من 2010 أولاً أنا تيار حكمة وليس مجلس الأعلى سابقاً كان سمحت سيدة اسمتنا أجاوبك علي بشكل دقيق يعني المجلس الأعلى لم تكن هي تقود الحكومة الحكومة في العراق المشكلة اللي عندنا في العراق إنه الحكومة ما كانت تقاد من جهة واحدة كل طرف عنده جزء معين هذا الطرف عنده وزارة معينة نجحة في إدارة هذه الوزارة هذه الطرف لديه رئاس الوزراء نجحة أو أخفقت وزارة الأعمار وزارة البنبيات وزارة المالية لا ما كانت عندنا وزارة المالية سنة وحدة كان عندنا وزارة وزارة المالية وحققت ما حققت من نجاحات كانت لدينا وزارة الشباب والرياضة وحققت ما حققت وزارة النفط اللي يقولون تيار الحكمة الوطن الآن وزارة النفط في السنين السابقة كان 600 ألف برميل العراق يصدر الآن العراق يصدر 4 مليون هذه الناتج القوم العراقي الدخل القوم العراقي من وراء هذه الوزارة لا أدافع عن أي شخص فاسد هذا اللي يكون معلوما عند الجميع لكن تيار الحكمة الوطني كنا في 2014 لم نشارك في الحكومة 2018 كنا معارضة لماذا لا يذكر هذه الأمور لماذا لا يذكر الآن من يدعون بأنهم لسوا جزءا من العملية السياسية ليسوا جزءا من الكثير كان لديهم وزارات 4 إلى 5 إلى 6 وزارات حقيقة الأمر لماذا الأطراف الأخوة السنة اللي كان دائما عندهم ثلاثة وزارات الأخوة الكرد اللي عندهم دائما ثلاثة أربع وزارات لماذا لا يتهمون أنهم الحكومة أنهم أيضا كانوا جزء من الحكومة لماذا فقط التركيز يكون على جزء لم يكن في تاريخه أنه وزارات المالية إنجازات سيد سولاق عندما كان وزيرا للمالية في حينه يعني أنا ما مطلع لكن أكو كان دولار الدنار العراقي كان قدرة في قيمته الشرائية كان هناك رواتب تدفع كان هناك إدارة لعمليات البورصة كان هناك أنا ما داخل بهذه التفاصيل لكن حقيقة الأمر كان للسيد باخر جبر صلاق أنا لست متحددا هو لها حركة إنجاز له حزبة له كيانة المستقل يعني سابقا في الأيام وضعه الخاص نعم في الأيام كان لدى الوزارة لكن نعم كل وزارة تحمل جزء من الإيجابيات وتحمل جزء من السلبيات هذا واقع حال أنت داخل في وزارة بعد السقوط بلد منتهي بلد ما بي أساسات بلد ما بي بناءات بلد ما بي وجود حي مستقل كامل فعملية دكتور الآن الآن أيضا ترفضون المشاركة في الحكومة يعني لماذا ترفضون يعني الحكومة إطارية الحكومة راح تصير إطارية أنا راح أقولها بتعبير شوية بدارج نعم يعني واحد طلع في حالة إخفاق من الانتخابات اللي هو تيار الحكمة لو كنا نفكر بتفكير حزب خبيث لا سامح الله كنا ننسحب ونقول ليمضوا في مشاكلهم في أزماتهم في تعقيداتهم وليمضوا ويمضي البلد أينما يمضي لا سامح الله لكن ارتأينا على أنفسنا أن نقول أننا لسنا مشاركين في العملية السياسية لسنا مشاركين استطعنا أن نحصل المقبولية من جميع الأطراف وعلم لدينا مقبولية متوازمة إذا جرت الانتخابات المبكرة أيضا أيضا ما تشاركم بالانتخابات هذه الانتخابات مبكرة أخرى أخوة إحنا الآن في الواقع الحالي بس أكمل الفكرة الآن أي مبادرة إحنا نطرحها لا الشعب العراقي ولا الأخوة في الأحزاب البقية دا يعتبرون أنه إحنا جايين على مغنم أو مكسب وزاري كابينة وزارية وكيل وزير مننا حضو برلمان مننا تفاصيل فطروحاتنا دا تقبل مرونة ودائما طروحاتنا متوازنة طروحاتنا تريد الحل تريد الانفراج لهذا الانسداد السياسي يعني نحن الآن نمارس الدور الإطار التنسيق الآن نحن نمارس هذه الأدوار بين جميع الكتلسة تيار الحكمة التيار الوحيد الذي يملك العلاقات مع جميع أحزاب الشعب العراقي وهذه ظاهرة للعيان في مناسباتنا تلقي صف الأول للجالسين كلهم البارحة كانوا متقاصمين لكن في برامج تيار الحكمة الوطني لا تشوفهم جالسين كلهم وهذا أتى دفعنا ضرائب كبيرة حول هذا الأمر عملية الاعتدال والتوازن في بلد مثل العراق ليس بالأمر الهيين ليس بالأمر السهل هناك من ينزل الانتخابات يدعي بالطائفية والقومية والعنصرية والشوفينية وغيرها من المفردات الغير الجيدة الغير الحسنة في المجتمع نحن نمارس الاعتدال والتوازن في بلد مثل العراق وهذا أمر جدا صعب ندفع الضرائب الكبيرة عليه تروح ويال تجي في حزبك هذا الخليط السني الكردي الشيع التركماني العربي كلها موجود طرف من الشيع يرفضك طرف من الأخوة السنية يرفضك طرف من الأخوة الكردي يرفضك طرف من الأخوة التركمانية يرفضك لكن أردنا أن نبرز لجميع العراقيين أنه تيارات السياسية الأحزاب السياسية يجب أن تكون قائمة على أساس المواطنة على أساس الوطن مو حزب كامل شيعي مو حزب كامل سني مو حزب كامل تركماني مو حزب كامل لا نحن نشترك في مصلحة وطنية واحدة في هدف واحد في نهاية واحدة إذن لا بد أن تكون لدينا جميع الأحزاب بأفكار متنوعة من كل القوميات هذه عملية التوازن اللي أوجدناها عكسة حالتها على منه على التيارات والأحزاب السياسية الموجودة في العراق عكس هذه الحالة استطعنا أن نكون مرينين ومقبولين لدى الأطراف الأخرى وإلا لو أردنا لا سامح الله وهذه مو من أخلاقياتنا كوننا نتبع مرجعية كوننا نتبع قيادة حكيمة صادقة بمشروع وطني كنا نقول أننا أخفقنا في الانتخابات ومثل ما يقولنا عذرا عذرا لهذه التسمية وعذرا للشعب العراق خلي نارهم تاكل عطبهم بيناتهم اثنين 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 فايزين خلي بيناتهم يشتبكون خلي بيناتهم وين ما يريدون خلي يوصلون لكن ما أخذنا هذا المنحة أخذنا منحة أنه تكريب وجهات النظر بين الأطراف لأجل شنو؟ لأجل أنه لا يتعرض الشعب العراقي إلى أي خطر نعم دكتور يعني ركائز يعني توضحنا الركائز أيضا الركائز ماذا تعني بالركائز هذه المبادرة؟ يعني ركائز هي ركائز لمعادلة الحكم أنه من يستلم معادلة الحكم أو الطرف الذي يقوم بتشكيل الحكومة لا يتصور أنه كسر إرادات الآخرين إنه لا يكون هناك نوع من غالب ومغلوب إنه أنا غلبتك وأنا انتصرت عليك وأنت كذا وأنت تفاصيل أو أكسر إرادتك أو مثل ما كان يقال إنه إجه هذا الوزير سيطلع من مسؤول وحدة إلى آخره للأحزاب الأخرى للتفاصيل الأخرى كذلك أن يكون هذا الشخص شخصية متوازنة في الحكم أن تكون شخصية عراقية أكاديمية نزيهة معروف بتوازنة كذلك أن يكون هذه الشخصية مقبولة من قبل العامل الدولي العامل الدولي بالمناسبة يعني حتى أيضا نعرج إلى هذه النقطة العامل الدولي الآن ما عنده فيه توح على أي شخصية في داخل العراق حقيقة الأمر العامل الدولي كان الأقل تأثيرا في هذه الانتخابات بعد الانتخابات لعد أنت اتهمتوا هذه الانتخابات بعد الانتخابات التداخل الدولي كان الأقل تأثيرا بعد الانتخابات وسببها ليش؟ سببها بسبب أنه الشرق الأوسط الآن ده يشوف حالة من الاستقرار حالة من تصفير الأزمات حقيقة يعني الآن ده نشوف إحنا هناك عادة علاقة ما بين تركيا والسعودية بين قطر ومصر بين مصر وتركيا الآن هناك سعودية تطلق مبادرات بوساطة العراق أنه الحرب اليمن تتوقف وبدأت بوادرها ده نشوفها بشكل واضح وعلني الآن العراق أيضا رح يسعى أنه يكون دور وصيد بين سعودية وإيران هذا العامل الاستقرار في الشرق الأوسط وتصفير المشاكل والأزمات حقيقة تنأثر بشكل إيجابي على العراق يعني ماكو أي دولة الآن تتدخل بشكل سلبي في عملية تشكيل حكومة إذن المشكلة داخلية أقولها وبكل أمانة المشكلة في عملية تشكيل حكومة هي مشكلة داخلية وليست مشكلة مستوردة من خارج العراق لماذا؟ لأن خارج العراق الآن جاي يعيش دور انتعاش دور من العلاقات الجيدة دور من العلاقات المطمئنة يعني ماكو مؤامرة دولية ماكو نظرية المؤامرة ماكو نظرية المؤامرة تذكروها قبل أبدا ماكو نظرية المؤامرة من نذكرها قبل كنا نذكرها على أساس واقع موجود الآن الواقع هذا غير موجود خوشيته لا الآن لا يوجد نظرية مؤامرة لا يوجد حالة إنه هذا الطرف اللي يكوني رئيس الوزراء من عنده أو أدعم لكسر إرادات أخرى أبدا ليش؟ لأنه المجتمع الدولي والأقليم الفوائل الأقليمية في داخل البيئة العراقية أو المحيطة بالبيئة العراقية تتعيش حالة من الاستقرار حالة من الانتعاش حالة من الوئام حالة من حسن الجوار نعم بالنسبة للحزبين الكرديين اليكتي والبارتي لم يتفقها على مرشح لرئاسة الجمهورية أعتقد زميل المخرج لدينا تقرير عن البيت الكردي والتناغم بين الحزبين وعدم الاتلاف بين الحزبين حوارات الكرد في بغداد تتصاعد وطيرتها لتناغم سخونة المفاوضات الساعية لتشكيل الحكومة خاصة أن الإطار التنسيقي وحلفائه يشددون على الإسراع بتشكيل الحكومة وإنهاء الانسداد السياسي الاتحاد الوطني الكردستاني يواصل حواراته مع الإطار التنسيقي والعزم معولا على تحالفه هذا بتمرير مرشحه على حساب غريمه الديمقراطي الذي يصر على أحقيته بالمنصب وفقا لثقله النيابي الزيارات لم تكرر رئيس بافل جلال طلبان إلى بغداد أنا أعتبر هذه الزيارات هي للتكوين أو لجعل الاتحاد حجر زاوية في العمل السياسي العراقية لحد هذه اللحظة الاتحاد الوطني الكردستاني المتمسك بمرشحه لذلك البيت الكردي الآن نعم هناك نية لجلس على الطاولة المستديرة المحادثات الكردية لم تصل لمستوى التفاهمات فمنصب رئيس الجمهورية أدخل الحزبين الكرديين في صراع غابت معه الحلول الحزب الديمقراطي نفى نيته مقايضة الاتحاد الوطني مقابل تنازله عن المنصب مرجحا الذهاب إلى بغداد بمرشحين في حال استمر الخلاف أما المناصب في الإقليم وتوزيعها تحدده نتائج انتخابات أكتوبر المقبل في كردستان الكردي يجب أن يحسموا أمر مرشح التسوي بين الديمقراطي وبين الاتحاد وهناك تضحت الصورة حتى وإن لم يصلوا الاتحاد والديمقراطي إلى مرشح واحد ويصلوا إلى مرشحين سيئات سيناول 2018 لذا نحن مع الاتحاد الوطني لحد الآن لم نحسم هذا الأمر كل حزب هو متمسك بمرشحي ولكن حتى إذا إعاد السيناريو 2018 فالمكون الكردي سوف لن يكون الحجر العثر أمام تشكيل الحكومة ورغم الشد والجذب الحاصل على منصب رئيس الجمهورية غير أن الحزبين الكرديين يواصلان الحوارات بهدف الوصول إلى اتفاق ينهي سباق الكرد الطويل نحو قصر السلام خاصة أن الإطارة التنسيقية ينتظر اتفاق المكون الكردي على مرشح واحد للمضي قدما بتشكيل الحكومة أهلا بكم أهلا دكتور مراد دكتور مراد تابعنا في التقرير الحوارات السياسية المكتفة بين الحزبين اليكتي والبارتي إلى متى هذه التجادبات السياسية بين الحزبين وهل تتوقع أن سيناريو 2018 يتكرر بمرشحين اليكتي والبارتي السيد برهم صالح يستمر بالبقاء في قصر السلام بسلام ووئام يتم انتخابه للولاية الثانية كما تم انتخاب السيد الحلبوسي وهل سيتم أيضا انتخاب وتشديد الولاية للسيد الكاظمي فيما يتعلق في الأخوة في الحزبين الكرديين حقيقة الأمر لغاية الآن لا يوجد أي اتفاق صريح بين الحزبين الكرديين في اختيار رئاسة الجمهورية يعني اعتقد الخلاف بين الحزبين الكرديين هي ما تختصر فقط على خضية رئاسة الجمهورية هناك خلافات فيما يتعلق بالنفط هناك خلافات يتعلق فيها الغاس هناك أيضا خلافات يتعلق برئاسة أقليم كردستان من يترأس رئاسة أقليم كردستان الاتحاد الوطني حقيقة في كل اجتماعاته يؤكد أن مرشحه والوحيد السيد برهم صالح في داخل الإطار التنسيقي هناك من حقيقة يؤيد جزء يؤيد وجود السيد برهم صالح وحتى هناك مقمولية دولية ولكن كنتم رافضين للسيد برهم صالح كنتم لديكم ملاحظات على سيد برهم صالح أكو جزء يؤيد أكو جزء إطار التنسيقي يتكوى من عدة أعزاب وتيارات أكو جزء يؤيد إنه استلام السيد برهم صالح لرئاسة جمهورية مرة أخرى يعني ممكن للإطار التنسيق مؤيد نعم طبعا أكو هناك يرفض لكن هناك جزء الاتحاد الوطني يعور على تأييدكم هناك جزء جيد نحن لن نشارك في عملية الحكومة حتى لو ما تشاركوا ولكنكم أكدتم بأنكم ستصوتون لهذه الحكومة نحن نصوت نعم ندخل في عملية تصويت نمارس لكم الرأي نمارس 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 دورنا التشريعي أمام الشعب الحراقي اللي انطعنا هذه الأصوات واللي اختارنا لكن حقيقة لحد الآن ماكو أي اتفاق بين الحزبين نحن نتمنى في بداية الأمر أن يكون هناك اتفاق بين الحزبين الكرديين لكي لا يكرر سيناريو 2018 عندما لم يتفق الطرفان الكرديين في اختيار رئاس الجمهورية وتم التصويت وتمريره من قبل السلطة التشريعية أعتقد أنه ضروري أن تكون هناك نوع من التوافق أن تكون هناك نوع من التوازن لكي نخرج بنتائج إيجابية الشعبين الكرديين اللي يقودهم هذين الأحزائي جزء كبير من الحزبين الكرديين أعتقد لا بد أن يصل إلى جزء من التصافي جزء من الشعب العراقي شريان في هذا الشعب العراقي عملية التخاصم وعملية المناكفات والتجاذبات بهذه الطريقة لتجلب الخير لجميع العراق لذلك نحن ندعو الأطراف في الإطار وفي تيار الحكمة بالذات دعينا الاتحاد الديمقراطي الكردستاني وحتى الاتحاد الوطني الكردستاني وأصبحنا الحالة الوسطية بين الطرفين بعلاقاتنا المتوازنة الجيدة مع الطرفين بأنه ضرورة أن يكون هناك لديه مرشح على رئاسة الجمهورية لأجل أن ننهض بها العملية وأن يتم اختيار رئاسة الجمهورية بدون أي مناكفات أو تجاذبات وهذا يثبت حقيقة أخرى يعني الكثير من الأحزاب والتيارات وحتى جزء من الشعب العراقي اتهموا أنه الجزء الشيعي هو المعطل لتشكيل الحكومة لكن هذه الحالة أفرزت أن هناك مشاكل أيضا في الجزء ليس من باب التنكيل أو من باب الإشادة لا أبدا لا يتم الإشادة بعملية أي عملية تأخير في تشكيل الحكومة لكن من باب أنه ليس المشكلة فقط الأخوة الشيعة لا هناك أيضا مشكلة فيها الأخوة الكرد هناك أيضا مشكلة بين الأخوة السنة بين العزم وبين تقدم هناك مشاكل انسحابات بين آمنة وأخرى نشهدوه هنا وهناك إذن المشاكل الموجودة في جميع الكتل السياسية وهي لا تتبع الحالة المذهبية ولا تتبع الحالة القومية أو الحالة الطائفية لكنها تتبع مصالح ومشاريع ومناهج كيف تم إرضاء البارتي على حساب اليكتي أو إرضاء اليكتي على حساب البارتي في حال تم الاتفاق مع البارتي على دخول بالحكومة الوطنية وحكومة الأغلبية سيدها بالاتحادي لأين سيدها؟ يعني حكومة الأغلبية الوطنية قلناها يعني أعتقد الإطار التنسيقي يملك من الحنكة ومن الإدراية ومن المعرفة كم مقعدة الآن أصبحتم يعني المتوقع المتوقع أنه سيصل إلى أكثر من 150 مقعد يعني أعتقد يملك من الحنكة ويملك من الدراية إنهما سيجعل الطرفين الكرديين يتفقان مع بعضهما لأجل إيجاد مرشح كردي لإستلام رئاسة الجمهورية يعني أنتم كتيار الحكمة لديكم أيضا حوارات مع اليكتي أو البارتي؟ نحن عوامل نحن عنصر وسطي متوازن أؤكد القول أننا نملك المقبولية مع الجميع لذلك نمارس عمل هي عمل نوع من التقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة السبب رؤيتنا نرى أن هناك وجود حالة ضبابية تحوم في سماء العراق هدفنا أكبر من تيار الحكمة شكادي أخذ كابينة وزارية وتم عرض علينا وزارات وتفاصيل وأخرى نكسر إرادات معينة وأن ندخل مع إرادات أخرى لكن عرفنا أنه كسر هذه الإرادات والدخول مع إرادات أخرى سيدخل الوطن في دوامة ما إلها أول ولا إلها آخر لذلك نحن لا أقول أننا المنقذ الملائكي حتى لا يصور أمام المشاهد الكريم لكن حقيقة حقيقة أن دن مارس دور المنقذ لهذه الضبابية ولهذه الغيمة السوداء التي نتمنى أن تزول وتنشق وتنقشع من الأجواء العراقية ومن السياسة العراقية ومن الاستراتيجية العراقية لذلك لا بد أن يكون هناك حكيم لا بد أن يكون هناك شخص متوازن أنه يوازن العملية وأن يكون مرن وأن يكون مقبولية وإلا كل الأطراف داخلين في مصلحة هذا يريد وزارة وهذا يريد رئاس الجمهورية وهذا يريد كابينة أعتقد أن الأمور ستدخل في مناكفات ستدخل في تجاذبات وأقوى وأعمق لذلك نحن الطرف الذين لها مصلحة لدينا من يستلم رئاس المزراء ومن يستلم رئاسة الجمهورية ومن يستلم رئاسة البرلمان رئاسة البرلمان السيدة العلبوسي اللي تم إنهاء هذا الموضوع ومن يستلم أي من الوزارات ما عدنا أي مصلحة كوننا أعلننا سلفا أننا لن نشارك في هذه الحكومة لذلك وجودنا هي عنصر توازن وعنصر اعتدال وعنصر وسطية وهو حقيقة الأمر ما يحتاجه العراق في هذه المرحلة نعم دكتور مراد يعني شروط البارتي أو اليكيتي أو الأحزاب الكردية تنفيذ المادة 140 بحذافيرها وأيضا قضية كاركوغ مع طالب الكرد يعني من 2005 يعني هنا سيطلع الروح التركمانية شوي نعم نحن يعني قضية كاركوغ وقضية مادة 140 يعني بحذافيرها متى تنتهي هذه الأزمة أسو المشكلة مادة 140 متى تنتهي يعني المحكمة الاتحادية أقرت بسريان مفعولها مثلا سارية المفعول مادة 140 رغم أنه ذكرت في الدستور نهاية شوكت قررت ما سامع إنه قررت دلية قررت لسريانها يعني سريان مفعولها يعني المادة 140 رغم أنه في الدستور ذكرت نهاية نهاية تنفيذ 2007 نهاية 2007 في الدستور العراقي يعني القضية للمادة 140 هي ليس مادة سهلة التطبيق يعني التطبيق إحصاء استفتاء هذه المادة يعني أولا إنه يحتاج إلى أن تكون هناك عملية إحصاء دقيقة المشكلة أنا في توقع إنه المادة 140 بوجود هذه الإرادات السياسية التي لا تريد الخير للإحراق أعتقد أحملية التطبيق المادة 140 حتى وأن أقرتها المحكمة الاتحادية الأولية هي صعبة أو مستحيلة التطبيق وإلا أصل المادة 140 لو كانت المحكمة الاتحادية ونالستوا بصدد طعن المحكمة الاتحادية أنا ما سامع إنه سريانها أو تفاصيلها لكن لنفرض بأجمارك كقانوني أستاذ قانون يعني المادة 140 أنا كقانوني كأستاذ قانون هذه المادة 140 انتهت مع انتهاء مبعد نفاديتها 2007 هذه المادة إسرار الأخوة الكرد على تطبيق المادة 140 يراد منه أجندات أنا عندي أصل الاعتراف وتنفيق قانون النفط والغاز أصل فكرة الاعتراض على المادة 140 المناطق المتنازع عليها يعني أعتقد هي شنو مناطق متنازع المناطق دائما التنازع احنا قريناها في القانون الدولي بين الدول هذه التسمية غير صح خلينا نقول القضايا المختلفة عليها في حدودها الإدارية ممكن أو المختلطة السكانية أما المختلطة حتى المختلطة السكانية نحن لا نشجع ولا نحبث فكرة أن هذه المنطقة التركمانية وهذه المنطقة الكردية وهذه المنطقة العراقية ما العراق كل العراقي من زاق إلى الفو كنت انتي هذه القضية كن نعبر هذه القضايا دول دولة مثل الهند مليار وثلاثمائة عيش بها ذاك اليوم ده أقرأ تقرير يقول ألف وثلاثة وستين ديانة به هذا اللي يعبد صنم هذا اللي يعبد كذا وما عندهم أي مشاكل وما عندهم أي حالة من الاحتكاك بسيطة إلا هنا وهنا تظهر بين حين وأخرى نحن شعب واحد بثلاثة إلى أربع قوميات رئيسية بمذاهبين أو ثلاث مذاهب وديانتين وعدنا هذه الكمل هاء المشاكل أعتقد حتى المشاكل ليس بشعب العراقي بكرده وعربيه وترمانه وقومياته وأقلياته الأخرى هي مشاكل سياسية هي تم زرعها هذه المادة 140 لكي تكون حقيقة القمل هذه المادة أنا في تقديري القانوني أن هذه المادة انتهت بـ 2017 وحتى إن أعادتها وحتى وإن أعادتها المحكمة الانتحادية فهي مستحيلة التنفيذ السبب لأنه إحنا تركمان دي نقول إنه نرجع لإحصاء 57 أو إحصاء 67 هذه الإحصاء الأخوة الكرد لا نرجع على 2003 أنتك التركماني هذا رأيك أم رأيك تيار الحكمة لا طبعا حتى الأخوة في تيار الحكمة الوطنية عندما يناقشون المادة 140 حقيقة الأمر يعني هم يبحثون عن إيجاد حلول لهذه المادة 140 حلول وطنية وليس حلول فرض إرادات وكسر إرادات حقيقة الأمر الحلول الوطنية إنه قضية مدينة كاركوك إنه يكون هناك عملية تطبيع عملية إحصاء عملية استفتاء حقيقية بعيدا عن الضغوطات السياسية بعيدا عن سياسة لوي الأدرع أن نفذت هذه المادة لذلك حتى أي طرف سياسي يعني يريد تطبيق المادة 140 حقيقة فهو يبحث إنه المادة 140 وأيضا حال حالة قضية القرار المحكمة لتحالي على قانون النفط والغاز نعم 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 يعني الأقليم غير راضي على هذا القرار يعني بطبيعة الحال أقليم مستفيدة من حالة عدم وجود إطار حقيقي وجامع لقضية النفط والغاز يعني هل تعتقد الحكومة القادمة ستوافق على هذه الشروط وهي ضربت لا أتوقع لا أتوقع إنه الحكومة القادمة الحكومات من 2003 إلى 2004 كانت مجرد عملية حالة المشاكل إلى حكومة أخرى لكنهم لم يوافقوا بعملية القانون لإطار بالغاز اللي حدث مشكلة اليوم أعتقد صوتوا خارج إطار القانون القرارات الاتحادية أو قرارات السلطة الاتحادية المركزية الموجودة في العراق قرارات الفدرالية أو القوانين الفدرالية أعتقد أنها أيضا سابقتها لن تسري هذا القانون حقيقة الأمر دستوريا وقانونيا لابد إنه القوانين الأقليمية قانون في أي دولة فدرالية وفق النظام الفدرالي بأنه القوانين التي تسن وتشرع في الأقليم يجب أن لا تخالف بأي حال من الأحوال القانون الاتحادي وما حدث اليوم هو مخالفة حقيقة للقانون الاتحادي بطبيعة الحال سينقضه المحكمة الاتحادية اللي هي صمام الأمان ونحترم بطروحاتها وبرؤيتها نعم الكل تشكو من الانسداد السياسي والانسداد السياسي والكتل السياسية يشكون من الدستور وفقرات ومواد الدستورية يعني حتى القاضية سيد فاق زيدان رئيس مجلس القضاء لعله أيضا طالب بإجراء تعديلات دستورية أنتم أيضا كحزاب سياسية طالب هم بإجراء تعديلات دستورية يعني هل هذه الإجراءات ستبدأ من دباجة الدستور إلى نهايته مثلا كيف يعني الدستور العراقي علم أنه اللجنة تشكلت في يعني الدستور العراقي تم وضعه في ظروف كان العراقي يعيش واقع صعب ومرير تحت الاحتلال وضوطات دولية وضوطات أقليمية وضع هذا الدستور أن يكون ممر أو ممشى لسنين معينة ويجب أن يعدل بعد سنوات أخرى كان هناك ضوطات وكان هناك دول تمارس أقصى أنواع الدستور العراقي فيها مواد حقيقة هي مواد خطرة من ضمنها المادة 140 وكذلك أعطت للسلطة التشريعية أرادت أن تتهرب من سطوة السلطة التنفيذية دائما السلطة التنفيذية في بلداننا هي تكون السلطة القابضة على الحكم وهي تمارس العمل الدكتوري وتمارس القتل وكذا فوضعي الدستور إنذا كان لديهم رؤية أنه يعطون صلاحيات للسلطة التشريعية بأن تكون السلطة التشريعية الوحيدة التي تراقب وتحاسب وإلى آخره من الأمور للسلطة التنفيذية في ظنهم لكي يبتعدوا لسلطة التشريعية تخصد سلطة التشريعية في ظنهم لكي يبتعدوا عن سطوة السلطة التنفيذية التي عانينا منها حول السلطة المركزية حول السلطة التنفيذية التي عانينا منها بسنوات النظام البائد والنظام السعب لكن تحول الأمر إنه السلطة التشريعية أصبح عبء على السلطة التنفيذية يمارس أدوار غير أدوار الرقابة الحقيقية غير أدوار الرقابة السياسية الحقيقية المشروعة اللي هي التصدي والمراقبة والاستجواب بدأت تتدخل في أعمال السلطة التنفيذية وانشاهده بأيام الانتخابات عضو برلمان يركض لي ينصب العمود هو انت شارك أكو مدير بلدية أكو سلطة تنفيذية أكو وزارة البلديات هاي أبلط لكم شارك عام خلال حملتك ما سويت حملتك الانتخاب لا والله أنا متشت عضو برلمان حتى لهم سويت خلال الحملتك ما سويت لا عمود لا يعني ما قدمت خدمة مثلا ما مو قضية خدمة وإلا أنا مو اقتصاصي أنا رجل قانون أحترم السياقات القانونية أنا ردت أعلق اسم مقري في شارع فاتحت البلدية بكتاب رسمي قلت لهم تسمحوا لي أنه أخلي لي قطعة متر ونصف مترتين بحيث أبو البلدية قابل نقل لي بتاريخ العراق محدم سوية قلت للا أنا سويها أنا رجل قانون أنا أحترم السياقات القانونية فمو قضية أنها أنا سياسي وعندي أحزاب وعندي برلمان وعندي كذا كون أعبث في شوارع مدينة أو كذا لا قلوا لي توافقون بها إيجار أدفع إيجارها وأنا حاضر فنحترم السياقات الدستورية التعديلات الدستورية اللي القاضي فائق زيدان رئيس المجلس القضاء الأحلام أنا في تقديري السياسي وكمحل السياسي أعتقد أنه الآن نحن غير قادرين على عملية تشكيل حكومة فإطلاق الآن شعارات أو خيارات التعديلات الدستورية أعتقد هي إيجاد منثث لتنفيس الحالة المتشنجة الموجودة في اختيار السلطة التنفيذية أو اختيار رأس السلطة التنفيذية اللي هو رئيس الوزراء أعتقد وإلا فإنه أي عاقل قانوني أو سياسي يقول لك تعديلات الدستورية يقول أنت ما محققت ثلثين حتى تختار رئيس السلطة التنفيذية فكيف ستحقق تلك التيارات إسلامية في حال تم الاستفتاء على نظام جديد في العراق مثلا هل تؤيدون بقاء العراق في ظل نظام برلماني اتحادي تعاددي أم شبه رئاسي أم رئاسي يعني أعتقد هذا السؤال يعني الآن السوري العراقي يحمل في يعني أغلب مواد قضية الإسلامية وها حتى القضية المدنية يعني أعتقد ليس هناك رفض يعني العراق دولة جمهوري اتحادي سيادي فدرالي أن تكون هناك محتمد على مبادئ دمقراطية ثوابت الدمقراطية وبما لا يتعارض مع المبادئ الإسلامي يعني الحرية والديمقراطية متاحة يكون لا يتعارض مع ثوابت الإسلام أقصد على نظام الحكم مثلا نظام رئاسي شبه رئاسي البقاء البقاء على النظام البرلماني مثلا الحالي هذا يحدده لا البقاء شوف يعني إحنا المشكلة عندنا شنو بالعراق المشكلة لأنه حتى إحنا من طلعنا مظاهرات رأساً ردنا نسقط النظام السياسي يجب أن يدق تقصد المظاهرات التشرينية التشرين نعم الخلل إنه أنت عندك خلل في حكومة خلل في حزب خلل في طرف نعم خلل بالأحزاب السياسي كلها نعم راضين لكن النظام السياسي هذا الجامع والحامل الجميع النظام السياسي خط أحمر أنت سقطت هذا النظام السياسي شنو بدي لك أنت جيت وستقطت مشهد هذا النظام السياسي وقلت هذا النظام وقال لي يروح هو نظام ديمقراطي كل دول العالم جاي تتبع على الأنظمة الديمقراطية في خلال التعديلات الدستورية هذا أقصد دكتور نعم لا بس أوضح الفكرة أنت جاي تريد تهدم هذا النظام السياسي نحن يجب أن ندرك حقيقة أنه النظام السياسي في العراق معتمد على عملية الانتخابية كل أربع سنوات وهي من الأنظمة الجيدة المعمول بها في أغلب دول العالم الدستور بيخلل في بعض مواده متفق ولكن لديكم ملاكفات والتجاذبات سياسية تحت قبة البرلمان لا متناقمين لا متناسقين لا متفاهمين دائما في أمريكا أنا أضرب مثال في أمريكا دائما أمريكا تتكون من حزبي الشعب الأمريكي الديمقراطي والجمهوري الديمقراطي والجمهوري الشعب الأمريكي يلجأ إلى الديمقراطي صعدوا وقعدوا بالحكم مارس أربع سنوات خمس سنوات تدري اللي يدخل في العملية الحكم ما يخلص من السهب والشتم والكذا واللي يتصدق ويتحمل دخل بهذا المعترك أربع سنوات الشعب ما رح يصير عنده رح يصير عنده ملل من الجمهوري من الديمقراطي إذا كان الديمقراطي خلينا نقول هو المسلم رح يلجأون إلى من؟ إلى الجمهوري فهم يدورون بين الحزبين ما يدورون بالنظام السياسي ما يقول how رح يسقط النظام السياسي لا النظام السياسي قائم ونظام سياسي معمول به لكن هم يدورون بين فلك الأحزاب المفروض أيضا أن نطور أحزابنا وليس أن نطور النظام نظام سياسي وعندنا متطور النظام السياسي جيد دكتور مراد أنت تتحدث هذه الانتخابات أثبتت الشعب راذا على الأحزاب لو ما راضي يعني بكل صراحة بكل صراحة عملية المشاركة تقريباً ما تجاوزت الـ 30% الشعب أحياناً يكون راضي عن العملية الانتخابية اللي هو الـ 30% الـ 70% هنالك بشوف عملية أحياناً مو كل واقع صحيح فسأنا ما راضي على العملية السياسية ما راضي على الأحزاب ما راضي فرضاً لكن مو هذا الواقع صحيح أنت تعيش في جو ديمقراطي اللي شكل حكومتك الأعزاب وهو معمول نظام معمول في أغلب دول العالم أنت من ما عندك خيار آخر في عملية الانتخابية اتعادل أحزاب جميع بمشاريعها بمناهجها بمبادئها بعقيدتها بآدولوجيتها السياسية أنت اللي صوتوا على قانون نظام انتخابي للمناطقية لكل المنطقة مثلاً مرشح يعني إذا جرت عملية التغييرات في قانون يعني المحكمة الاتحادية العليا يعني المحكمة الاتحادية العليا فيما يتعلق بتعديل القانون الانتخابي بيّنت في أحد قراراتها أذكر أنه ضرورة تعديل القانون الانتخابي وعدم الاعتماد الألكتروني ولما شابه أعتقد كان هذا في تقديري الشخصي أنه كان اعتراف جزء ضمني أنه وجود خلل في عملية الانتخابية السابقة اللي جرت يعني القانون الانتخابي أفادت أطراف لو كان القانون السابق كان أعتقد أربعين خمسة واربعين مقعد في هذا القانون صعدوا إلى عدد من المقعد أربع وسبعين وخمسة وسبعين وهو عملية رياضية قانون الانتخابي يعني ليفهم الشعب العراقي إنه العملية الانتخابية عملية سابية أنا أقدر أعقيسه بطريقة معينة أخلي الأربعمائة ألف صوت يأخذ له ثماني مقعد أقدر أجيب نظام ليش لنوك؟ البعض يطالب نظام انتخابي اعتبار العراقي يعني منطق انتخابية واحدة أكثر من 200 نظام انتخابي موجود في العالم النظام الانتخابي اللي احنا سويناه كان يطلق عليه نظام الصوت الواحد غير المتحول الآن كان يطلق عليه عدة سيناريوهات أكو في تعديل القانون الانتخابي يعني هناك من يريد أن يكون العراق محافظة واحدة منطقة انتخابية واحدة هناك من يطلب أن المحافظة تقسم إلى دائرتين وليس عدة دوار يعني يعادة إلى نظام سانتليغو نعم نظام سانتليغو شوية أنا في تقدير القانوني أنه هناك رفض لنظام سانتليغو من الشعب العراقي هناك هذا النظام كان نظام سيء الصيد في حساباته بعد إجراء الترميمات هناك سيناريو أنه في نفس الدائرة تكون قوائم كل حزب ينزل في دائرة واحدة قوائم هناك أنه تكون 30% منفردة 70% أو 50% يعني عدة سيناريوهات موجودة في عملية القانون تعديل القانون الانتخابي وهي بطبيعة الحال هي من القوانين السياسية راح تتبع عملية المناقشات الاجتماعات التحالفات إلى آخر من الأمور لكي نطلع بقانون انتخابي حقيقة قادر على أن نتجاوز هذه المحن والقوانين الانتخابية السابقة لقسم منها قسم كبير منها جلبت المشاكل وحقيقة الأمر عملية إعداد قانون انتخابي ليفهمها الجميع ليس بالأمر الهيين وليس بالأمر السهل مو تجارة استوردها من الخارج وأجي أطبقها في بيئة ما تتلاء مع هذه البيئة في الختام أشكرك جزيلا شكرا لأستاذة دكتور مراد الشناو أغنو عضو المكتب التنفيذي لتيار الحكمة شكرا جزيلا لحضرك معنا شكرا جزيلا وننوه لأستاذة الأكرم بأنه ليس من ضروري أن نلتزم بما ورد على لسان السيد مراد ويتحمل هو ما ذكر على لسانه شكرا على المتابعة ولقينا وياكم في الأسبوع المقبل إلى اللقاء اشتركوا في القناة